بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة معدنا ان شاء الله مع الاناتومي وانا لن امل من الكلام عن الاناتومي يعني المحاضرة دي قلنا قبل كده هنقول لها تاني وتالت وعاشر ومش هذا ابدا من كدر الكلام في الاناتومي الاناتومي هم جدا في الشغل وكل يوم بالواحد بحس باهمية الاناتومي وان الواحد ما يستغناش عنه ابدا في المناظير في الجراحة في الشغل النظري فاحنا اي فرع من فرع الجراحة الاناتومي ده بالنسبة له يعني حياته وفي جملة الجملة دي موجودة في نهاية المحاضرة انا اقولها في أول المحاضرة خالص طبيعا الاناتومي ما بتغيرش هو نفس الاناتومي اللي درسناه في أولى طب في الكلية هو اللي خدناه في سنة ستة هو اللي خدناه في الماجستير هو اللي بنذكره كل يوم الاناتومي ما بتغيرش كل يوم والتاني ما تقرأ الاناتومي تقول اه الله ده الاناتومي مهم جدا في الشغل يعني وكل ما تذكر الاناتومي تشوف حاجات اللي بكتشافة قبل كده وانت بتشتغل اه الله الحد ده انا كنت قبل كده بعملها غلط او بعملها مش بالطرقة المزبوطة ده الاناتومي سهل هالي اللي بنسبة لأسهل فمش هلزها ابدا من الكلام في الاناتومي جراحي يعني اناتومي فدي محاضرة الاناتومي طبعا هنبدأ بالكيدني وده الرمز بتاعنا الجمل ان احنا اياه سفينة الصحراء لن نيأس ولن اناتومي سيرجي كالفزاكيدني اند يورتر هنبدأ كده نقول بسرعة الملخص بتاع الكيدني اناتومي فزاكيدني امبريولوجي اناتومي جروس ومايكروسكوبك الكافرينجز الورانتيشن البوزيشن فزاكيدني سيرفيس اناتومي ريليشنز بلات سابلاي وبيشمل اللينفاتيك وبعد كده ننرفي سابلاي اول حاجة هنتكلم عن الامبريولوجي بسرعة كده هنقول ان فيه بتظهر في الامبريو اول حاجة البورو نفروس بعد كده الميزو نفروس اللي بعد كده الاخر حاجة الميتا نفروس كل واحدة فهم بقي فيها توبيولز고 فيها ضاقت يعني فيه رونيفرق تيوبيولز والميزو نفريق توبيولز والداقت والميتا نفريق بتختفي تماما فيه البرونيفرص والميزو نفريق بيفطأ التيبيولز التختفي وتبقى منها اللي ايه الدكت وهنقول الدكت بتدي ايه الميتانيفروس هي اللي بتديلنا اللي ايه الكيدني بعد كده يعني اخر حاجة الميتانيفروس هي ديالتي اللي بتدينا اللي ايه متانيفر الكب اللي هو بدينا اللي ايه الكيدني فيما بعد يبقى كل حاجة من دول بتظهر بدري وتختفي وتظهر حاجة اللي بعدها فالبالترتيب كده برو نيفروس ميزو نيفروس والايه اخر حاجة اللي ايه الميتانيفروس ودي الرسمة موضحة الأيه والأيه والدكت من فوق خالص اللي هو اللون الزرق ده الأيه البرونيفروس فيها الـ Degenerated Tubules والدكت كلها بتختفي سواء الدكت أو الأيه أو الـ Tubules بعد كده الميزونيفروس الدكت التي بتاعتها بتختفي بس الدكت الميزونيفريك دكت اللي هي الولفين دكت الاسم الثاني ده اللي بتتبقى بعد كده وهنا قولها هتدي أيه الميتانيفروس بقى اللي هي تحت خالص اللي هي بتبقى في البلفز ده اللي بتدي لك الميتانيفريك كب اللي هو بتدي لك اللي ايه الـ Dfinitive Kidney فيما بعد طبعا الميزونيفريك دكت بتطلع لك اليورتيريك بط اليورتيريك بط ده يعني طبعا تفاصيله كتير قوي بس في كلمات ما ينفعش أغلط فيها وما ينفعش أسأل فيه في امتحان وما عرفهاش يعني ما ينفعش تسأل اليورتيريك بط بيطلع منين ده معلومة أساسية ومهمة جدا حتى في البراكتس وفي الشغل وفي البيدياتري كما بذكر ما ينفعش ما تبقاش عارف اليورتيريك بط بيجي منين ففي حاجات ما ينفعش ما ينفعش نغلط فيها اليورتيريك بط اللي هو تحت ده بيطلع من اليورتيريك بط وهنقول هيده ايه بعد كده طبعا ده مش موضوعنا موضوعنا ما ديج نتكلم عن اليه عن البلاثر فيما بعد في اليورتيريك دكت في الأدرس بتدي لك اه طبعا في المال في الراجل بتدي لك الدقت الفاش والإيجاعكولاتري والإيجاعكولاتري دقت والإيجاعكولاتري دقت والأب في المال او الاسم التاني بتاعها الولفين طيب بتدي في بتدي تدي لك اليورتيريك بط اللي أنا قلت لك من شوية ده هابغرلك الصراف بتاعه sellota اللي هابغر اللي هو ا strategy اللي طالع من اللون الأخضر ده ده اليورتيريك بط ويبقى تحت في البلفز وعلى كده بيطلع فوق نحية المكان بتاع الكدني الان كدني نفسها بتحصلها أسنت وبتطلع من البلفز تطلع في مكانها في اللومبر ريجيو اليورتيريك بض الفوق بتكون لك اليوريتار رينال بلفز واليوريتار والمجورو المينور كاليسيز والكوليبتين باقس كل يدول تبقى من اليورتيريك بض الجزء العلوي بتاع اليورتيريك بض وده اللي هو الجزء اللي في الكدني فوق تفتكروا ما احنا بنتكلم في السمن الكدني يوروسيليال ده اللي هو اللي جاي من الحاجة اللي جاي من اليورتيريك بض اللي هو ابسيليا متاعها من هو بتشبه بالزبط يبقى ده ده اليورتيريك بض بتدي اليورتار بلفز كاليسيز وإيه وليكتين داكتس انفيريوري بقى بيقى ابزوربت في البلادر بتديلك تريجون واند بارت زيوريسرا اللي هي اليوريسرا اباف زافيرو مونتينة الكدني طبعا بتبقى في زي ما قلنا بتبقى تحته وبتطلع بيحصل لها السنت عكس اللي ايه تستس بيحصل لها ديسنت تستس بالدسنت إنما الكدني بتايه بتأسنت فممكن يحصل مال السنت في الكدني ومال ديسنت في اللي ايه في التستس عشان بس نربط الكلام وبعض فالمتانفروس إنشار بتقوى في البلفيك آآ ريجيون وبعد كده بتقى بتآ من الأسبوع الثالث للتاسع في الجستيشن بتقى بيبقى بيبقى بروجريسف ديفلوبمينت افزا آآ كيدني أند كيدني السن مع نمو الإمبريو بيحصل ديفرينشال جروس في الأبدوم من الول بيخلي الكيدني تطلع للاآه للمكانها النهائي اللي هو في المتانفروس اللي هي قلنا بتبقى ديفرينشف كيدني قلنا برونيفروس ميزونيفروس متانيفروس آآ في الأول بتاخد بلات سابلاي من بس ما تطلع فوق بتاخد برانشز وزا ورطة اللي هو الرينال أرتري فيما بعد الهاير برانشز وزا ورطة آآ وبيتختفي البلات سابلاي بتاع اللي كان في البلبس ديفرينال أرتري ريبرزينت زي لاترال سبلانكنيك برانش افزا ورطة ده وهو في الامبرو كان يسمه لاترال بسبلانكنيك برانش افزا ورطة أما بيبقى بيحصل ديفلوبمنت بيبقى بتوصل كيدني المكانها بيبقى اسمه زي الرينال أرتري اللي هو اللي احنا عارفينه آآ ايه السجنيفكات بتاع الكلام اللي احنا قلنا ده ان الابنورمالي بتاع الاسنت ان تلاقي الكيدني مثلا اكتوبك تلاقي اكتوبك وفيوز تلاقي هورس شو كيدني وهنشرح الكلام ده بالآ بالتفصيل ففيوشن افزا الوار بولز افزا ان الوار بولز بتاعتهم يتحدوا مع بعض فيديلك الآ هورس شو كيدني آآ هو اللي بيخلي الآ الكيدني ما تطلعش المكانها فوق فيحصل والآ والآ فتديلك الآ هورس شو كيدني آآ حاجة تانية لو حصل ان اليورتيريك بادو هي طلعة تكون اليورتير والبلفس والكاليسيز ما حصلش ما اتحدتش مع الايه ما حصلش يونيون ما بينها وما بين الانتر اكشن ما بينها وما بين الانتر اكشن احنا قلنا المتانفر الكاب ده لها تديلك البارينكما بتاعت الكيدني اللي هي الجزء اللي هو البارينكما بتاعت الكيدني بيجي من المتانفر الكاب ما حصلش ان الانتراكشن حصلش ان الكاريسي ادخلت في حصل ايه فيليار اوف انتراكشن بتوين زيوراتيرك بض وده بيدينا ال ايه الريناد ديسبليزيا والمالتسيستيك ديسبلاستيك كيدني تفكروا احنا بنتكلم في محاضرة الاسيستيك ديزيزيوف زاكيدني قلنا المعلومة دي قلنا بسبب الفيليار اوف حسب الفيليار بقى بيحصل فيه درجات مختلفة كنا قلناها بالتفصيل في ايه تلات درجات في الايه في المالتسيستيك ديسبلاستيك كيدني لها تلات اشكال ان حصل فيليار اوف انتراكشن بتوين اللي هي الحاجات اللي بتطلع منها والايه والميتانيفروس دي اشكال مختلفة للاستيجيز بتاعت السين اول صورة اللي هي في بيدينا اللي هو نورمال ان الكيدني طلعت وصلت فيما كانها بقت في اللامبر ريجيون سي اللي هي بقت ايه بيلفك كيدني الكيدني ايه الريت في البيلفك ريجيون حصل فيلر وفي السين اوفزا رايت كيدني المنظر التالت اللي هو الايه الورشو كيدني اللي احنا شرحناه من ايه من شوي اشكال الاكتوبيا واشكال الفيوشن دي بتختلف في بيه الانومالي في الايه في الاكسيسوري ارتز انك عندك ابرانت او اكسيسوري وهنشرح في البلاتسة بلاي الفاني ما بين الاكسيسوري والابارانت واهمية القصة دي هنشرحها في الايه في البلاتسة بلاي اما ان هو يبقى حصل ايرلي ديفيجن اوفزا لانا الارتري فيدي لك تو ارتر مين ارتري وارتر ثاني صغير او ان ارتري جاي من البداية من الاورطة اللي هو الاكسيسوري ارتر فده اللي في بيه سي بقى اللي هو الايه البرزيرفت فيتال لبوليشن يعني الفيتس والامبريو بتبقى الكيدني لبوليتن فمع الجروس بتبقى ايش موش وبقى النظر اللي هو بنشوف اللي ايه في النورمال كيدني لا ممكن يبقى اللي بوليشن ده يبقى يستمر يبقى اسمها الكوليجينية الانومال اسمها بريزيرفت فيتال لبوليشن او في النظر بتاع دي ان الكيدني التو كيدنيز جان في ناحية واحدة سواء كان واحدة فوق التانية او الاتين جمع ببعض او اليروتر في ناحية والكيدني بتاعته في ناحية التانية ده كل دي اشتر مصور الايه الاكتوبيا او ان اللي حصل سواء اللي حصل ما بين التول واردورز او تو اواردورز زي ما في جي وفي اتش ايه ان كل الكيدنيز متحدين حصل فيوجن ما بين اللي تجد بتاع البوس كيدنيز ودلك المنظر بتاع البنكية كيدني اللي في الاخر واحد او انزا كيدني ازدوكيتد انزا سايد اوبوزت هبقى اسمها ايه كروست اكتوبيا ايه تسعين في المية من الكروز اكتوبي كيدنيز انه هم بتروح الناحية التانية وبتقى يحصل فيوجن ما بينهما ومع القدني في ناحية التانية دي برضو مناصر مختلفة الانواع مختلفة سواء كان受ها فيوجن ان الكدني راحت الناحية التانية وحصل فيوجن سواء كان الفيوجن ما بين والكدني اخدها او واحدة كدني في المنتارها او التانية بص ريترل هي بص ريترل وحصلف ريترل وحصل فيوجن ما بينهم او لامب كيدني بتاع البوس كيدني فيوز مع بعض او الالي شيب كيدني كيدني واقفة والتانية نايمة او ان البوس ميديا سيرفزز فيوز ديسك كيدني او اخر وحدة ايه hari كروس درينا اكتوبة والزراط فيوجن انها بقت راح تنحت هنا بسيحصلش فيوجن فبالاشكال المختلفة بتاعي تاني خلصنا بصورة كده جزء بتاع الأناتومي وأهميته بالنسبة للإيه الجزء بتاع طبعاً الكلام ده بأكتر في البيدياتري مع الكنجينة الأنوماليز والإيه والفليار والفيوستي كيدني والهورششوت كيدني والحاجات دي وما هنجي لليوريتر هنقول لإيه الكنجينة الأنوماليز بتاعتها المتعلقة بالإيه باليوريتر والديفلوبمينت بتاع اليوريتر في الامبريوليش الكيدني موودة في البوستوري بارت وبزا أبدومين ونقش صايد وبزا بكتبر الكولوم كل كيدني لها تو سيرفيسيز وتو بوردرز وتو بولز أبر ولوار بول ميديل ولاترال بوردر وانتيري وبستوري سيرفيس فكل كيدني لها الحاجات دي اللاترال بوردر بتاع الكيدني ببقى محدب والميديل بوردر بتاع الكيدني ببقى كونكيف وفيه في الميديل بوردر اللي هو قلنا الكونكيف ميديل بوردر بتاع الكيدني اللي هو هايلا اللي هو بيكونتين الفزل والقي unemployed ده المنظر بتاع البوست كيدني زردته Wakشناء الأرجان الحاجات دي هتشرح بعد كده بالايب التفصيل الهالام طبعا المهمة أو الهالام موجود في الكونكيف عبارة عن ذرة الكاليفت اللي بيدخل فيه الارتري والفين ورينال بيلفيس و الارتري بيدخل ببقى داخل بالبلاسة بلاي بالارتريا بالبلاسة بلاي و الفين والبلفيس خارجين من الرينال سينوس اللي هي موجودة في الهايلة الترتيب بتاعهم مهمة قوي ذاب ذي اي بي الفين قدام الارتري في النص الارتري بيلفيس هو المستجوستيرول ايه استراكشور ذا هنتكلم بقى الوقت عن الماكروسكوبك اناتومي وهتضمن الكاليسائي الاناتومي طبعا مهم جدا الكاليسائي الاناتومي عشان سواء في الاوبن لو انت بشتغل الاوبنستون كيدني او في الاهم بكتير اللي ايه الانترارينال اكسيس اللي هو في الاندوسكوبس في البيس انيقل اه وتفتكر الميجر منس بتاعت الكيدني الكيدني اجتكر الثلاثة ارقام دولت و Man αν Passion 26 اتناشر ثلاثة اللي هو اللي ايه السيكنيس بتاع الكيدني و اللي هو اللي هو اللي العرض بتاع الكيدني وتطول اللي هو ايه اتناشر ما تنتنسلكه سهل او ثلاثة الانترارات اتناشر مجب Kunden اطبعا ده الأفریش فبقلك ان هي من عشرة الانتناشر اللي استطورها تقريبا اه اتنين ونص IRA اتنين ونص 最 vie ثلاثة هنقول ثلاثة عشان ايه تبقى سهلة ونحفظها طبعا وزنها مش من مية خمسة وعش طبعا تفرق من الميل والفيميل من الطفل الزغير او 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 بتفرق من الوزن بفرق من ايه حسب السن اه في الفيميلز بتبقى ايه اقل في الوزن من عشر لخمشار جرام طبعا لو هي ستة فاتة مش هتفرق يعني هتبقى ايه لان حسب الجسم اهو اللي قلت التلاتة ارقام تلاتة ستة فاتناشة بين شابد اه موزناها في ميل مية خمسة وثلاثين ميل مية وخمسين طبعا الافريج ابر ولور بولز سيفز قلنا انتيريور وستيريور وقلنا البوردرز اللاترال كونفيكس والايه والميديال كونكيفي اللي طالع منه الايه الهيل اه الانترالاتوم الرينا البارين كما طبعا فيه كورتيكال تيشو مو دولار تيشو حتى ما بتاع السنورة ما يبقى فيه نفروباسي يقولك ايه اه لوس اوف كورتيكومو دولار ديفرانشيشن ففيه كورتيكس وفي ايه اه ميضالة الكورتيكال تيشو اه هو الكورتيكال تيشو اه هو الكورتيكال تيشو بتوين اه اه طبعا اللي هنقول بعد كده في الصور هبقى فيه حاجة اسمها رينال بيرامد وفيه حاجة اسمها اللي ايه الرينا الكولوم كولومس اوف بيرتينز اللي بره خالص الكيدني اللي هو الاكسرنال بارت اوف كيدني فيه الكابسول وتحته ايه كورتيكال تيشو بس ما فيش ايه لميضالة ري تيشو ولا اه اه كولوم اوف بيرتينز فالوجوز الخارجي ده اللي هو ايه الكورتيكال تيشو يعني انت شايف في المنظر ده عندك الكابسول تحته ايه كورتيكال تيشو بس هتخش بقى ناحية المضالة هتلاقي الايه البرامد وما بين كل بيرامد والتاني في ايه كولوم ده الكولوم ده فيه كورتيكال تيشو داخل ما بين التوق اه بيرامد وفي الايه بيسموه الكولومس اللي هو الرينال وده اللي بيمشي فيه ايه البلد فيزلز وده اللي انت بتتحشي ايه اه تدخل فيه وانت بتعمل البارشرة بتاعت ال-B-C-N-L. يبقى أنت بمركز أن كترة المنكشرة بتاعتك تبقى دخلة على ال-A على الكيليكس اللي بيدايريكت المنكشرة على ال-A الضي الموجودة في ال-A في الكيليكس الرينة المضلة ده الجزء التاني يعني قلنا الأولين الكورتيكس الرينة المضلة formed by several inverted cones اللي هو الرينة البرامد اللي هو الهرم بتاعنا المقلوب اللي هو القاعدة بتاعته ناحية الكورتيكس والإيبكس بتاعه ناحية ال-A ناحية ال-A ناحية ال-Renal Sinus وكل رينة البرامد حواليه من ناحيتين اللي هو الكولومس اللي بيمشي فيه اللي بتتجنبها عشان ال-A بتاع ال-A فده ال-Renal البرامد والبابلة دي لو دخلت بالمنظار ودخلت سواء كان في ريكسابول بتشوف ال-Renal بتبقى باينة او اللي هي ال-IPEX بتاع ال-Renal بيرامد اللي هي بيطلع منها اليورم بيبقى سكريتد منها طبعاً موضوع ال-Kalysel الاناتومي ده والبيزيك الاناتومي بتاع الكاتبي ده مهم جداً بالنسبة لنا في أكتر طبعاً مهم جداً في الأوبين وفي في الجراحة لشغل الجراحة ومهم جداً في ال-A في ال-A والكلام ده طبعاً كنا في محاضرة ال-A access كلمنا كتير أو في الحاجات طبعاً لازم تكون تفاهم البيزيكس ده وال-Kalysel وال-Kalysel دي بقى بابلاري كلام ده مهم جداً ولازم تبقى فاهم كويس قوي ده أهمية إن احنا نقعد نعيد الكلام ده ونحفظه وما ننساش خالص طبعاً السئلة في شفاوي وفي 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 لو بتنتهن عمليات وفي الزمالة الحاجات ده مهمة جداً ما نفعش ما تبقاش مستوعباً في الصورة ديت بيقولك هتكلم عن الكدني لوب الكدني لوب يكون من والـ والـ اللي حوالي يبقى في حاجة اسمها الـ اللوب اللوب ده عبره عن الكدني وحواليه من حيتان في و ده جزء من من بن بتاع الكدني اللي هو الـ الكدني لوب بيكون من برامد وحواليه الشهر أكيد نructural , والكورتيك هل تشد داخل مع الى، وهتلاقي بعد كده هم نكلم في الـ gober , الـ gober , الـ gober una tubular , الـShop. طبعا الكلام ده هنقول بالتفصيلة من نجي في الايه? في بلات سبلاي بتاع الايه? بتاع الكيدني. ويقول لك خلي بالك. يعني انت مش هشفو المنظر ده في في لفنج بيرسون. يعني انت عمل اشعة العيان. لو شفت المنظر ده كده يبقى ايه? ده هيدونوفروزيس والكيدني مليانة يورين لا في النور او او لو عيان اه في الريتنشن او بلاتر مليانة بتلاقي الايه منفوخة كده حاجة بسيطة. فالمنظر المنفوخ ده مش هو ده النورمال ايه? اه بتاع ايه بتاع الانسان الطبيعي. اه برضو بقول لك ان البرامد والكورتكس بيكون اللوبز في كيدني. واللوبز ار فيزابل اكسينال سيرفس في كيدني ان فيتس. اه وده اللي هو الفيتال لوبوليشن. احنا قلنا لو فيضل مستمر بعد كده في الادلت اسمه اه برزيرفت فيتال لوبوليشن وده حاجة كونجينتال انومالي. هنبدأ بنكلم بقى على البيلدوكال اللي هو قلنا جاي من اين? جاي من اليوريطريك بض. جاي من ظروفتك داكت اليوريطريك بض. بطلع عمل لك الايه? الكاليسيز واليوريطر والبيلفس والايه? والكوليكتون داكس. احنا قلنا البابيلا اللي هي ايه? بتاع ايه بتاع البيراميد. الجزء اللي قدام البابيلا على طول دا ايه? دا الماينور كاليكس. الماينور كاليسيز ايه كاليكس واحد. ماينور كاليكس واحد. اه البولار كاليسيز اللي هي في الابر واللور. ارقوف تلاقي كزا البابيلا فالحان في ايه في كاليكس واحد. اه واكتر في الايه في السيبوري بول. اللي برضو هتكلم تاني برضو عن كاليكس واحدة. اه رينالبيلفس رسيفز تو ارسري ميجور كاليكس اه ممكن على فكرة وهنقولها يا بعد كده ان ما تلاقيش اه 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 ابر وميدل تلاقي ابر ولور بس. تلاقي الايه ال ا superior والوار برض. كاليكست في ايه في يار espaديلبيلا مافيش ميدل. ودي بنشوفها كتير في الشغلهBM بتعمل بتحقين السابع من تحت سبط الحالب. انت بالتاح شايف ابر وميدل شايف ابر ولور بس كاليكسيز ولور كليكسيز. وده هنقول عليها كلمة بسرعة كده لان موجودة ومنتشر قوي إتش ماينور كيليكس إز انتنتد بايزرين البابيلا زي ما قلنا الوقتي زي البابيلا ده هي الإيبكس بتاع الرينا البيرامد اللي بيبقى بيطلع منها في الكاليسس وده الباصوي بتاع البنكشور بتاعك انت الهدف بتاعك تدخل من الكيليكس على من البيس بتاع البيرامد على البابيلا وتخلش من البابيلا على الكيليكس يبقى بابيلا ريكاليسيال بانكشور اللي بتاع البسنل اللي احنا شرحناه في محاضرة البانكشور بالتفصيل الماينور كيليسس بيقول لك ممكن تبقى لها والإنفاندوبولم ده اللي هو التيوب كده أو القناة اللي بتوصلك للاي المجور كيليكس وممكن تلاقي الماينور فتح في المجرى عطوله الإنفاندوبولم بعد المجور كيليكس بيقول لك ده المنظر اهو الماينور كيليسس بعد كده المجور كيليسس والمجور كيليسس اللي هي التيوب ديت اللي بتوصلك بتوصلك بتدرين اللي يورين في رينا البلدس وفيه عندك فيه أبر وميدل ونور ايه groups of كيليسس فيه المعلومة المهمة برضو لازم تعرفها ان الكيليسس فيها انتيريو كيليسس وبستيريو كيليسس كيليسس الانتيريوري وكيليسس دايريكتد بستيريولي وده المعلومة اللي قلناها كتير في محاضرة اللي ايه البنكشار انك انت اللي اين بتاعك في البنكشار هو البستيريو الكيليسس وهنقول ازاي نتعرف على قلناها في حاضرة البنكشار وهنقول كلمة منها عنها بسرعة كده الوقتي تعرف البستيريو كيليسس ازاي من الانتيريو كيليسس ولها كذا طريقة وتبقى عارفين فيه انتيريو كيليسس وبستيريو كيليسس في البنكشار بتاعت البسي اني ايه الان بتاعك تدخل من الايه البستيريو كيليس الراجل اللي اسمه simbaeus دا عمل تقسيمة للكيليسس جروب بي جروب اللي غيرت لك في الكلام تلاقي ايه في أبر وميدل وليور كاليس فده اللي بيدرين في عندك في أبر جروب وميدل جروب والليور جروب الجروب بي لأ ده هم ايه أبر وميدل بس مفيش ايه مفيش ميدل جروب افي كاليس وهتلاقيه في الرسمة الرسمة دي فيها ايه ابر ولور بس ابر جروب ولور جوب لهاي ناحية الشماء ابر جروب ولور جروب ولور جروب وفاتحين على البيلفس في الرسمة دي بقى في ايه في ثلاثة جروب ابر وميدل ولور فده ايه الفرق بين ايه وبايه ومش يعني انت حسب الشغل انت مش مهم الحدد مش تفرق معنا في الشغل قوي المهم بقى في الشغل ودية اللي هي قاعدة لامب بتاعت زمان ايه ما بدأنا انت أتعلم بس اني اللي كان يقولك ايه لامب لامب ديت اللي فكرت لامب بتاعت زمان وكانت ميقودة في في كتب الاديمة بتاعت الاندوسكوبز لا ايه لامب ده اللاتรides are anterior Eli adverseline are lateral and dabcle calizes are medial بريمان 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 بريم اللي بصصلك بستيريو ده ده بستيريو كيليكس وهي فديه ماديل انتيريوكيليكس بلاترال فدي قاعدة لمزا ٠٤٪ ً٠٢٠٠ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ sin لاترال فدي قاعدة لامز tumتلب الهدس انما البرديل leicom applying. هتلاقى الاركس هتلاقى ال midial basketball is lateral and enterョ بستيريو. فقاعدة لامز دي م�를 Apps ξ مستعملها في كل الحالات لذلك نعملت عليه قاوي وكل ميزر بالكريم من أنترو كيليكس لها حاجات تانية طبعا قلناها بمحاضرة الأكسس ولو قلناها تانية هنعيدها بس موضوعنا الوقت انك تعرف ان موضوع ان قاعدة لامب دي مش في كل فده برودل طيب كيدي البستيرو كاليسز جاي لاترال أكتر أهي الانترو كاليسز راح نحية الميديا الأكتر يعني الأنجل بتاعتها فده البرودل طيب كيدي الهاتسون طيب كيدي دي اللي بتتطبق فيها قاعدة اللي هي لامب هتلاقي اللي هي البستيرو كيليكس اهو باصص اهو بستيريور اهو فلمب بستيريور ميديا الانترو كاليسز بصة ايه لاترال فقاعدة لامب بتنطبق في الهاتسون طيب كيدي ده هقول لك معلومة تانية برضو لاخبطك بزيادة يقول لك ان ايه الموست رايت كيدي نيز هاف برودل طيب كيدي ارينتيشن يعني أكتر الرايت كيدي نيز البستيرو كاليسز ما هماش ميديا ده لاترال بستيريور كاليسز بصة ارينتيشن يعني اللامب بتنطبق اكتر في الايه في الليفت كيدي نيز فاخدت بالك من حتة اللامب دي مش لان الناس كانت بتعتبرها قاعدة بتطبق لا ما تطبقش في كل الحالات ولا حاجة هنقول يعني في محاضرة الاكسس ازاي تفرق اللي مش موضوعنا نتفرق البستيرو من الانترو ازاي واهمية سيجنيفكا بتتعد الكلام اللي انا قلته كتير ده ايه فايدته هيقول لك بتحصل لو انت دخلت دخلت في ما دخلتش من الكاليسية فسفير ممكن يحصل والعين يبقى شوك بسبب انك ايه ما دخلتش من الاكسس المصبوط مصبينون اللي هي انت داخل من الكاليكس بتبقى عن الكولوم اللي هو في البراث فيزلز عشان توصل للايه مصبوط من غير ما تعمل وبالصورة هي داخل من الايه من الكولوم اللي ما بين التو كاليسيز داخل على الايه على الكيدني طبعا ده رونج نوت ريكوميندل الصورة بقى اللي هي الداخل من الايه الداخل بتاعتنا هي الداخل من الايه البيز بتاع البرامد على البابيلا على الكاليكس يبقى ده بابيلا كاليسية البانكشا شفت الايه ده غلط انما ده ايه صح خدتك في بالك من اهمية النقطة دي طيب المايكروسكوبك اناتهم طبعا مهم معنا قوي ده اهم يعني متعلق بالفيسولوجيا اكتر ان النفرون اللي هو اليونت بتاعت الكيدني رينال كورباصل الجرومونس والباومان كابسول بروكسيمال وكونفولوطي بولز والاسندين جلوب والاسندين جلوب والسك اسندين والديستال كونفولوطي بولز والكوليكتين داكتس ده اللي بتفتح في الايه في الرينا البابيلا اللي هي بطلع منها اليورين على الايه على المايكروسكوبك هتلاحظوا ان الكورباسلز اللي هي اليونت اللي بتعمل بتعمل في الكورتيكال رينال كورباسلز اللي هي في الكورتيكس وفي جاكستا ميدالاري يعني في كورباسلز اقرب للكابسول برة اللي هي كورتيكال كورباسلز وفي الجاكستا ميدالاري وبعد كده اللي بتنتهي في اللي بتفتح في الكاليكس الكيفرنس جوفزكيدن الفايبرس كابسول من بره الجوه أو من جوه البره الفايبرس كابسول ده اللي على الكيدن على طول. اللي بره بعده على طول من ناحية البيرينيفريك فات. بعد كده رينل اونغيروتا فاسيا وبعد كده البارينيفريك فات. أول حينا هتكلم عنها لإيه؟ الفايبرس كابسول وده كومبوزف ートشو وسبوس مصل وده اه 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 لو حصل اه اه تحت الكابسول ده هيبقى هيبقى شرب ويحصل ده لو حصل ايه اه اه او حاجة فيبقى الكابسول ده ايه بيبقى وبيحصل في الكمبريزت كدني اهمية الكابسول ده ان بيقول ان في حالات الزنسو والمعلوية ده في سكر كنا قلناها في مرة احنا شغالين فحد قال لي جبت منين الساب كابسول اهي مقبوضة اهي انت الكدني ملزق ومنتاش شايف لا جيروتا ولا فاشيا ولا بتاع فانت الكابسول بتلتح الكابسول وتبدأ تعشر كدني من تحت الكابسول وبتسيب بقى الكابسول وتسيب الجيروتس كل حاجة عشان اه انت مش شايف اي اناتوم خالص في حالات اللي الملزقة جدا بتديلك سترينس للسوتشر ولو وانت حتى مش في البرشيا حتى انت بتعمل وعملت النفروطمي بتاعك وشدت الستون لو ما انتاش اغل لو الكابسول مش شال وتيجي تاخده غرز تلاقي الغرز بتاعتك ما بيحصل لها انية وما بتمسكش فالكابسول بيساعد من ايه بدي السوتشرز بتاعتك وده المنظر اللي كدني جوه هو اهيت وحاولها الكابسول بعد كده البرنفريك والجيروتا بعدها وبعد كده برا خلص البرنفريك ايه اه فاشي هيتكلم بقى عن البرنفريك بالتفصيل شوية بيقولك البرنفريك اه فات او اسمها البرنفريك الفات دي اللي ايه ورا الكابسول على طول بتحوط بالكدني اه والفيزلز واكستيندز اندو انتو زهولو سنتر بيكملها لغاية الايه الهايلا ورينالصينوس يبقى البرنفريك فات ده اللي هو تحت الجيروتا على طول اللي هو بيحوط الكابسول على طول واصل لغاية الايه الصينوس حتى عاطلك الصينوس فات حتى بتوع الصنار ويقولك الصينوس فات باين او فالفات اللي هو اللي حوالين البرنفريك فات اللي بعد كده الجيروتا هنرجع لصورة دي تباين بعد اللي ايه بعد البرنفريك فات باين اللي هي اللي ير دي ولها انتيريور لير وبستيرو لير جيروتا فيها انتيريور وفيها ايه بستيريور بحصلون فيوجن هنا في الحتة دي على الانتيريور لير والبستيرو لير بحصلون فيوجن اه في الجزء ده ده ايه البرنفريك فات وبعده ايه الجيروتا او الرينال اه فاشية ده ايه المنظر بتاع الجيروتا فاشية في صورة تانية برضو ايه هالفاشية اللي بعد الكابسول وبعد البرنفريك فات اه رينال فاشية اه الكيدني والسوبرا رينال والبرنفريك فات متحاوت بالايه وانكروز بالايه بالليير دي اكسبت انفيري بس تحت ما هماش اه مكمل على اليوريتر تحت هم بتحاوت الحاجات دي الستراكشور الكيدني والسوبرا رينال والبرنفريك المتحاوتين بالفاشية من فوق بس تحت بيبقى كنتينوس على الايه على اليورتر اه مينبرناس ليرز ليروف رينال فاشية اللي هالي كندنسيب مينبرناس ليروف رينال فاشية يعني الفاشية ده بتتحد مع الايه بلندس مع الايه مع الفسكرر شيس بتاع البلائد فاشية سيرها في الميديال الاسبكت بتاع الكنمة وده المذهب بتاع الفاشيا من وراء ومن قدام. إيه آآ انفيريوميد لتمنع فوق كأن Weiter مفتوحة من تحت انها مش مقفولة من تحت انتمنع فالفلوت كوليكشن لو في فوق او تحت هيبقى هيبقى لكن لو هو تحت او حصل بالجرافيتي هينزل الينة مفتوحة تحت لو فيه كوليكشن لو فيه هيماتومة هتلاقيه وصلت تحت ال ايه رينال بيلفيس او حصل كوليكشن لو فيه بص ينزل الابسس تقبل انفيريولي فالبير نيفلك في لويد اه كوليكشن كانت ترك انفيريولي اند انتو زى بيلفيس وزاود فيولايدنج زى جيروتا فاسيا اند مي ليتو بيلفيك تعمل لك ايه بيلفيك ابسس هنقفل كده وهنكمل بإذن الله في الايه في اللينك التاني يكمل فيه ان شاء الله بقيت الايه بقيت المحافظة اشتركوا في القناة